قصة ماهر ماهر رجل أعمال ولديه مبلغ مئة ألف ريال فاشترى خزنة حديدية في منزله ووضعه فيه وأقفل القفل بإحكام خوفا عليه من السرقة أو الضيع ووضع كاميرات لمراقبة الخزنة ولكنه عندما سافر إلى الخارج ندم أنه لم يأخذ المبلغ معه فقد احتاجه كثيرا فاقترح عليه أحدهم أن يضع المبلغ في البنك فهو بذلك سيوفر كثيرا حيث أنه لن يحتاج إلى خزنة أو أجهزة مراقبة سيتمكن من سحب ماله من أي مكان داخل البلاد أو خارجها وفي أي زمان كذلك الحال مع التخزين السحابي فلنعتبر الملفات هي المبلغ واستخدام التخزين السحابي سيوفر عليك الكثير من المبالغ حيث أنك لن تتحمل أعباء البحث عن ملحقات تخزينية أو برامج حماية لأن ذلك كله ليس من اختصاصك بل من اختصاص مزودي الخدمة وستستطيع الوصول لملفاتك في أي زمان ومكان عددي لي بعضا من الأمثلة لمزودي خدمة التخزين السحابي